لا شك أن هذا من أعظم الأمور التي بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام ودعا إليها ومن ثمراتها أن الله لا يخزيه واصل الرحم لا يخزيه الله لا في الدنيا ولا في الآخرة ولهذا في أول البعثة حينما كان جبريل يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويتحنثوا في غار حراء عليه الصلاة والسلام تحنثوا عليه الصلاة والسلام يعيث عبت عليه الصلاة والسلام جاء جبريل إليه وضمه وقال اقرأ قال لست بقاري فضم ورجع إلى خديجة يرجف فؤاده عليه الصلاة والسلام من الخوف من هذا الأمر العظيم فقالت رضي الله عنها كلا والله لا يخزيك الله أبدا كلا والله لا يخزيك الله أبدا لماذا؟ إنك لتصل الرحيم أول ما بدأت به قالت إنك لتصل الرحيم وتحمل الكل وتكسل المعدوم وتقري الضيف تقوم بالضياف للضيف وتعين على نوايب الحق هذه من أخلاقه عليه الصلاة والسلام فكان عليه الصلاة والسلام يقري الضيف وكان يصل الرحم وكان يكسب المعدوم صلوات الله وسلامه عليه ولا شك أن هذه من أخلاقه العظيمة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر